ندمت على الانتقال إلى الزمالك في صيف 2014 وأرحب باللعب للأهلي بهذه الكلمات غازل أحمد سمير أوروبن المصري جماهير النادي الأهلي وخلال الساعات الأليلة اللي فاتت صدرت بعض التقارير الصحفية اللي أكدت اقتراب أحمد سمير لعب طلاع الجيش من الانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف المقبل بعد اقتراب القلعة الحمراء من الاتفاق على كافة التفاصيل مع نديه روبن المصري متقلق بشكل كبير جدا مع طلاع الجيش وشارك في الموسم الجاري في 14 مباراة سجل 7 أهداف وصنع هدفين وده اللي خلى حسام البدري المدير الفني للمنتخب ينوي استدعاء اللاعب لمعسكر المنتخب القادم اللي هيخوت خلاله مبارتين أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس شكرا للمتبات الشرق